ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد أنهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع أداء الشركة وإنجازاتها خلال نصف الأول من العام 2021 كما ناقشت استراتيجية الشركة الاستثمارية وخططها القادمة بالإضافة إلى استعراض عدد من المشاريع الاستثمارية والمبادرات الاجتماعية التي ستقوم الشركة بتنفيذها مستقبلا